تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وفي مقدمتها جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع وغسل الأموال وتقليد العملات فقد أصفرت هذه الجهود عن ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والبحيرة لقيام عناصره بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بزعم الترويج لبيع عملات محلية في آت مختلفة مقلدة خلافاً للحقيقة واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تسليم رغيب الشراء لفافات وراقية مغلفة بغلاف أسود محكم الغلق لتظهر وكأنها أوراق مالية مقلدة واستلام مقابلها مبلغ مالية صحيحة وأقر بنشاطهم الإجرامي وعلى صعيد تصدي لجرائم غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالجيزة والبحيرة والدقهلية لقيام عناصره بغسل 41 مليون جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك لإخفاء مصدرها وإسباغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بسهاج لقيام عناصرهما بالاستلاء على 4 ملايين و300 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية وتجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها وتوقفوا عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها كما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بالدقاهلية قام عناصره بالاستلاء على 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل منحهم أرباح متفق عليها لم يتمكنوا من سدادها كما توقفوا عن سداد أصول المبالغ المستولى عليها وأضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والغربية لقيام عناصرهما بالاستلاء على 4 ملايين و625 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والتجارة مقابل منحهم أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها كما امتنوا عن سداد أصول المبالغ المستولى عليها وفي إطار مواصلة الجهود لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية امتنى عن سداد المدينية المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات المملكة للدولة وهو الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة قدرت بخمسة ملايين جنيه